اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قضية الجبر والاختيار الى الان مو محلولة عند المسلمين قضية القضاء والقدر الى الان مو محلولة عند المسلمين قضية الاسماء والصفات الى الان مو محلولة عند المسلمين وحلها عند اهل البيت اين مرجعية اهل البيت في الفروع الفقهية يجب ان نلاحظ ماذا قال اهل البيت هذا النموذج من النماذج الفقهية في التفسير الكبير في هذه الطبعة صفحة 180 اكو هناك قضية فقهية الان هي محل الاختلاف بين المسلمين من 1400 عام الى هذا اليوم وهي قضية الجاهر ببسم الله الرحمن الرحيم الفخر الرازي وهو من علماء العامة يطرح هذه القضية في خلال اكثر من صفحتين ويقول هناك اقوال متعددة في هذه القضية واحد الكتب اللطيفة اذا تراجعونها كتاب مسائل فقهية لشرف الدين رحمة الله عليه طارق المسائل الفقهية الخلافية بين مذهب اهل البيت وبقية المذاهر علي بن ابي طالب يقف يقف في جهه علي بن ابي طالب صلوات الله عليه يقف في جهه عندما كان يبدأ كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بها وفي مقابل ذلك انس يروي رواية يقول صليت خلف رسول الله وخلف الاول والثاني والثالث وكانوا يستفتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين بسم الله ما كانوا يقفون علي بن ابي طالب وين صار هذه النقطة توقف الفخر الرازي يقول ليش ما جاب اسم امير المؤمنين علي بن ابي طالب انس عاش مع امير المؤمنين شاهد امير المؤمنين وين اسم امير المؤمنين وين موقف امير المؤمنين لاحظوا الروايات مجموعة من الروايات حتى الغاء لاسم امير المؤمنين في رواياتهم يقول جاء النبي صلى الله عليه وآله وهو يتك على ابن عباس ورجل آخر من هذا الرجل الآخر ابحث في بقية الروايات اجمعها خليها بعضها مع البعض الآخر واذا به تشوف الرجل الآخر علي بن ابي طالب حتى اسم لازم يحذر بعدين الفخر الرازي يقول عن انا ست روايات موجودة متناقضة الرواية الاولى يقول صليت خلف رسول الله وخلف الاول والثاني والثالث فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين بسم الله ما كانوا يقولون الرواية الثانية عن اناس ايضا يقول انهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم مقاربة في المضمون للرواية الاولى الرواية الثالثة شوية يتورع اكثر اناس يقول لم اسمع احدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم يمكن كانوا يقولون بس انا ما سمعت ما اتحمل المسئولية الرواية الرابعة هو يرويها انس يقول ان معاوية لما ترك بسم الله الرحمن الرحيم انكر عليه المهاجرون والانصار ليش انكروا اذا ترك بسم الله يقولون الكذاب لا ذاكرة اذا ترك بسم الله سيرة النبي والاول والثاني والثالث فلماذا انكر المهاجرون والانصار على معاوية معاوية اجي الى المدينة بدأ الصلاة بامامة الجماعة قال الله اكبر الحمد لله رب العالمين فلما كمل انكر عليه المهاجرون والانصار وقالوا له يا معاوية انسيت ام سرقت من الصلاة هذه الرواية الرابعة يرويها انس الرواية الخامسة انس يقول ان رسول الله والاول والثاني كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم الرواية السادسة سئل انس خادم النبي صلى الله عليه وآله عن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا ادري هذه المسألة الفخر الرازي الى تعليق لطيف يقول فثبت ان الرواية عن انس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب مو معلوم انس شنو دايقو ستة اشكال دايق كلا فوجب الرجوع الى سائر الدلائح انس خلي على جانب وايضا هايك التفات اللطيف مهمة في رواياتنا هاي الالتفات موجودة ففيها تحمة اخرى يعني انس متهم في رواياته وهي ان عليا كان يبالغ في الجهر بالتسمية كان مقيد بلاده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة